الحج شعائر ومشاعر الحج شعائر ومشاعر برنامج يعنى بمناسك الحج وفضائله الحج شعائر ومشاعر مع الشيخ بالقاسم الجاسمي والأستاذة حيات العزومي بسم الله الرحمن الرحيم وصلت وسلام على أشاف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نصافحكم من خلال برنامج الحج شعائر ومشاعر كنا في الحسة السابقة قد تحدثنا عن الحج تعريفا لغة وصلاحا وقدمنا معلومات حول الحج بصفة عامة اليوم نواصل الحديث في الحسة الثانية عن الاستعدادات لهذا الركن الذي فرضه علينا الله عز وجل ويحضر معنا الأستاذ بالقاسم الجاسمي إمام خطيب جمع الأحمد بالمرسى وباحث في قضايا الفكر الإسلامي أستاذ بالقاسم هذا الركن الذي فرضه علينا الله سبحانه وتعالى له استعدادات عديدة على المستوى النفسي والبدني والديني نبدأ بالاستعداد النفسي فكيف يستعد سيدي الحاج نفسيا؟ بسم الله الصلاة والسلام على نبي الرحمة والرسول الله الاستعداد هو مطلب من المطالب كل إنسان قبل ما يقدم على أي مشروع معين فمن بالك بالمشاريع الشرعية هذه مشاريع شرعية مشاريع أخروية يجب مثلا يستعد لها بشي أدي ذلك المشروع الشعائري على أتمي وجه وأكملي وجه يستعد نفسيا؟ علش يستعد نفسيا؟ لأنه سيفارق أهله لمدة شهر ثم بشي يمشي إلى مكان بعيد عن أهله وعن وطنه وعن أرضه ثم أنه بشي يمشي إلى مكان ربما أول مرة بشي يدخل المكان هذاك ثم يستعد الاعتبار وأنه بشي يمشي إلى أفضل الأماكن اللي إنسان يقرأ عليها في القرآن ويسمع عليها في أحاديث رسول الله ويسمع عليها في الخطب الجمعية هو بشي يشيلها الآن بشي يولي ما كان يسمعه من القرآن وما يسمعه من أحاديث رسول الله بشي يتولي تمثلات وسلوكات وحياة بشي عيش مدة شهر هو في حياة غير الحياة موش حياته العادية فيستعد نفسيا بأنه وراه بشي عيش في جو يخالف الجو اللي كان عليه سابقا لأنه قبل ما يمشي الحج كان يعيش نوع من الحرية يمشي متى شاء ووقت ما شاء ويرجع وقت ما شاء ويتصرف كيف ما يشاء لكن في الحج بشي تولي ثم مقيدات بشي تقيد له تصرفاته تقيد له أقواله تقيد له حركاته تقيد له الحركات والحركة كذلك لابد أن يستعد نفسيا ثم من الاستعداد النفسي نتطرق الاستعداد المعرف العلمي أن يتابع الدروس التي تلقى في مناسك الحج والحمد لله الآن ثم دروس تلقى وتقام في المعتمديات أو في الولايات يجمع الناس ويحدثهم الواعد أو المرشد الديني أو ليه إنسان بشي يبوه يحدثهم على مناسك الحج بشي أدي الحج متاعه على الطريقة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال خذوا عني مناسك فإحنا المناسك اللي بشنا عملوها هي نفس المناسك التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وكان يقوموا بالمناسك ويأمروا أصحابه بأن يأخذوا عنه المناسك يعني يعلمهم الحج بطريقة عملية مش بطريقة قولية هذه الطريقة العملية واردت إلينا بالتواتر لأن حجة الوداع لحجه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في أقل الرواية قالوا 48 ألف شخص وفي أعلى الرواية قالوا 124 ألف شخص وذلك فأفعال الحج وصلت إلينا بالتواتر التواتر العملي فإنسان لابد أن يعرف مناسك الحج لأنه تم أخطاء كثيرة وإن شاء الله كنت نتناولوا إحنا الأركان تنشوفوا بعض الأخطاء اللي يقع فيها الحاج أثناء دائم مناسك الحج لأنه يامسمعش بالقدام يحاول ما يحضرش لها الدروس هذية أو حاول ما يسئلش الناس اللي عندها تجربة أو عندها معفا شرعية فلنراهي رحلة ليست رحلة عادية يلزم إنسان يستعد للرحلة هذية نفسية ومعرفية هذه الاستعدادات الاستعداد البدني أنوسان يعمل فحوصات قبل ما يقصد ربي يشوف القلب الضغط الدم يشوف السكر يلي عنده يعمل هالفحوصات هذية لأنه كمشي مشي غادي وربما ما يلقاش وقت بشي يعمل هالفحوصات لأنه مشيت لها بالمناسك وعقله شعوره وإحساسه الكل في المناسك فربما يطرأ مكروه هو العياذه بالله ورب يحفظ الجميع على صحته فيستعد كذلك بدنيا يعمل نوع من المراقبة الصحية قبل ما يقصد ربي نعم والاستعداد الديني أستاذ هل نعني به الاستعداد المعرفي أم الاستعداد الدني مختلف ثم الاستعداد احنا كنا نستعداد المعرفي العلمي ثم استعداد ديني ماذا نقصد بالاستعداد الديني يعني إنسان قبل أن يذهب إلى الحج يرد المظالم إلى الناس بشي يمشي الرب ينظيف يرد المظالم إلى الناس إذا عنده بعض الإنجازات يحاول ينجزها بشي يمشي ومخه مرتاح يكملها يحاول يخلي وصيته قبل ما يمشي وصية يخليها لا يعلم الأقدار إلا الله سبحانه وتعالى يخلي وصية لا يعلم إن كان سيعود نعم وإن كان هو المؤمن ديما وصيته كما يقال تحت راسه ديما مذبية عنده وصية تحت راسه فما بالك إنسان خارج فيه صفر وصفر طويل فيحضر يعمل وصية كتابة أو شفهيا هذه الاستعدادات واحد يحاول يستعدها وكذلك ذكر حديث سينا صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة يحتاط من أنه يحج بمال حرام ولا مال فيه ربا ومال مشبوه إلى غير ذلك وإنما يحج بحر ماله نعم أستاذ ثمت أيضا استعداد آخر بناء على قوله صلى الله عليه وسلم وذكرناه في الحسة الثابقة من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أعتقد أن الحاج لابد أن يحافظ على الصفحة البيضاء التي سيذهب بها ويعود بها إن شاء الله بيضاء كيف ذلك أستاذ؟ هو في الحج هو في عبادة متواصلة مدام هو في إحرام هو في عبادة أعليش الحج سمي بالإحرام أن يحرم بالحج لأنه ما كان مباحا قبل إحرامه بشي وليله حرام بعد الإحرام هذا في المباحات فما بالك بالأشياء المكروهة أو المحرمة شرعا يأتيه هو في حالة الإحرام يعني هو بشي حرم على نفسه عديد من المباحات في أثناء الإحرام يعني يصبح المباح حراما أثناء الإحرام فما بالك بالحرام فإنه يتضعف عند إحرامه وثم محرمات تفسد الحج وقالوا وأن الأجر يعظم بعظم الزمان وعظم المكان والذنب يعظم بعظم الزمان وعظم المكان فليس الأجر في المقاط الزماني للحج كما الأجر خارج هذه المواقيت الزمنية وليس الأجر في الحرم المكي والحرم المدني كما في أي مكان آخر والذنب كذلك يتضعف فالإنسان يحطاط في لسانه ويحطاط في جوارحه أثناء الحج ولا جدالة في الحج هذه هي موجودة عندنا موجودة ساعة تلقى الجدال موجودة عند الحجاج في الفندق جدال على شكومشي طيب لول جدال على الدخول ولا الهبوط في الأسانسور جدال على أبسط الأشياء فالإنسان في الحج يلزم ويتفرغ لعبادة الله ويترك لغوة القول القول هو المفيش فايدة يتركه فما بالك بالجدال الجدال هو إنسان يعني يتجادل ويستعمل الألفاظ اللقوية والألفاظ يحب يفرض فيها رايو أثناء الحج حتى وإن كانت في مسائل شرعية فاترك الجدال أثناء الحج لأن الإنسان قلبه وجوارحه وخواطره كلها مع الله سبحانه وتعالى والصفات هذه أستاذ إذا كان الإنسان عمل بها في حياة اليومية أكيد أنه لن يجد صعوبة في الحج أنه يحافظ على الجانب هذا ويعمل يعني بما أمر به الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نتقدم أكثر أستاذ بالكاسم نأتي الآن إلى تعريف الأحرام ماذا نقصد بالأحرام وأعتقد أن هناك خلط بالنسبة إلى البعض في فهم هذه الكلمة الأحرام نوضح إذن من خلال وجودك معنا أستاذ هذه الكلمة الحج هو فيه أركان وفيه واجبات وفيه سنن وفيه مستحبات وقبل الحديث عن أركان الحج نبدأ بتعريف الأحرام ثم خلط لدى البعض في مسألة كلمة الأحرام من خلال وجودك معنا نوضح ما معنى الأحرام ونعرف به لغة واستلاحا الأحرام هو الركن الأول من أركان الحج والمقصود بالأحرام هو عقده نية الدخول في المنسك إذن ما هوش المفهوم العام والشائع أنه الإحرام هو اللباس اللباس ذاك من واجبات الإحرام لأن كل ركن من أركان الحج عنده واجبات وعنده سنن وعنده مستحبات وهذه المصطلحات في الحج تختلف على المصطلحات الفقهية الأخرى لأننا في مصطلحاتنا الفقهية الركن والفرض والواجب تتسمى هذه المصطلحات مترادفة أي تعطي نفس المعنى كما نقوله الواجب والفرض إلا في الحج الفرض أو الركن وليس هو الواجب لأن الواجب يجبر في تركه بالدم أما الركن فلا يجبر بالدم وإنما يجبر بالتدارك إذن فالمقصود بالأحرام هو عقده نية الدخول في المنسك أما اللباس نابسه هذك يتسمى لباس الإحرام هذك من واجبات الإحرام ويتجرد فيه الإنسان من كل مخيط ومحيط هذك يتسمى الواجبات الإحرام طيب شمعنها عقده نية الدخول في المنسك سنكبش هي حج بطريقة معينة هذي تسمى بأنواع الإحرام الإحرام مما أن يكون نيتو بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع والحاجة هنا يختار قبل أن ينوي الإحرام هذك يجب أن يتعلم ماذا معناها الإفراد وماذا معناها القران وماذا معناها التمتع وماذا ندخل في الأفضلية لأن اختلف العلماء في الأفضلية الملكية قالوا أفضلها الإفراد الشافعية قالوا أفضلها التمتع والأحناف قالوا أفضلها القران فهذه بما أنه اختلف فيها العلماء فيجوز للإنسان أن ينوي نية المنسك ما يشاء بالإفراد أو بالتمتع أو بالقران إذن أستاذ الأحرام ثلاثة أنواع التمتع، القران، الإفراد، نريد أكثر توضيح للمستمعين وخاصة لمنهم متقدمون في السن ربما تكون هذه المصالحات غامضة بالنسبة إليهم وضح أكثر بطريقة مبسطة أستاذ نية الإفراد، ما معناه؟ يعني إفراده النية بالحج يعني يلوي بشي حج فقط من غير ما يضيف للحج العمرة نية إفراد الحج فقط ويقصد المناسك مناسك الحج ولكن العمرة ينجم يعملها بعد ما توفى أيام التشريق أيام التشريق الثلاثة هي تجيب بعد العيد الأضحى، وعندها عيد الأضحى نهار لول والأيام اللي بعد العيد الأضحى تسمى أيام التشريق بعد ثلاث أيام من عيد الأضحى ينجم ينوي العمرة ويعمل العمرة متاعه إذن فنية الإفراد هو أن ينوي نية آداء منسك الحج فقط دون أن يدخل مع الحج العمرة هذه نية الإفراد، وذلك ما قلنا قبيلة لقلوا به المالكي هو أفضل طيب الحج الثاني هو القران وهو أن يجمع بين الحج والعمرة بإحرام وحد ويعمل طواف واحد ويعمل سعي وحد يعني كي يمشي بشي يطوف يوصل إلى مكة واليطوف بالبيت يطوف بنية الحج والعمرة ويسعى بنية الحج والعمرة هذا يسمى القران أي قرن الحج مع العمرة في نفسي الوقت هذا يترطب عليه هدي هذا ينبعد يترطب عليه هدي والهدي هذا يترطب عليه في يوم العيد الأضحى ماذا معنا هدي؟ يترطب عليه شات وبتبع قالوا شات أو إبل أو بقرة هنقولوا شات يترطب عليه شات هذا يسمى القران ثم التمتع هو يبدأ الإحرام بالعمرة ثم يتحلل منها ونبعد يحرم بالحج في اليوم الثامن الذي يسمى يوم التروية يوم الثامن منذ الحجة يزيد يحرم بنية الحج إذن التمتع هو يبدأ لحرام بالعمر برك ومن بعد ما يعمل مناسيك العمر يتحلل ويرجع الحياة والطبيعية وكأنه سائح عادي يلبس لباس عادي يتصرف كأنه سنعادي سائح حتى اليوم الثامن اللي ونهار الثامن يسمى بيوم الطروية المصطلحات الفقهية يسمى بيوم الطروية ولي ونهار الثامن منذ الحجة يحرم من جديد للحج بش يمشي إلى ميناء يبيت غادي ليستعد للوقوف بحرف هذا يسمى التمتع والتمتع كذلك يترطب عليه هدي هدي كما حكيانا اللي هو شات نعم هذا واضح شكرا الأستاذ على التوضيح نأتي الآن إلى مواقيت الأحرام ثم مواقيت زمنية وثم أيضا مواقيت مكانية ماذا عن هذه المواقيت؟ هو الإحرام أي نية الدخول في المنسك يلزم النية هذيك تكون مؤقتة في زمن معين في وقت معين كمسان بش يصلي ما ينويش قبل ما يدخل فصلا ينوي بعد ما يدخل فصلا ينوي ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويتوكل على الله في الصلاة كذلك الصوم ينوي ثم يتوكل على الله في الصوم فنية الإحرام لها وقت معين وقت وهي كما حكينا في الحصة الأخرى هي ابتداء من بداية شوال وتتواصل إلى عشر أيام من ذي الحج هذا يتسمى الميقات الزماني للحج كذلك الإحرام عنده مواقيت مكانية يعني الإنسان ما يحرم كان يوصل لك المكان هذاك والمواقيت المكانية هذه حددها رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا أن نجتهد في المواقيت المكانية متحرمش بالمكان الذي تحبه أنت وليس كون المواقيت المكانية ليجيين خارج الأفاق لي خارج من الحرم أما داخل الأفاق هذه داخلها يحرم من مكانه ومن بيته أما ليجي خارج الأفاق هذه يلزم يحرف من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ذكرت في حديث جاف الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة لجيين من المدينة الحليف ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يا لم لم وقال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن يعني أقرب الحرم أما مواقيت المكانية هذه فمهله من أهله يعني من داره وكذلك حتى أهل مكة يحلون منها طيب كنقول الجيين من المدينة وإحنا لدينا حجاجنا سعاد يمشوا إلى المدينة أولا وبعد يمشوا إلى المكة منين يحرموا هذوما يحرموا من ذو الحليفة اللي تتسمى اليوم بأبار علي هو ميقاط لأهل المدينة وذي يبعد على مكة وهو أبعد المواقيت المكانية يبعد على مكة أربعمائة وستين كيلومتر وأبعد المواقيت المكانية لعل الله أراد لأهل المدينة أن يكونوا أكثر أجورا اللي يزور سيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمشي إلى مكة يكون أجره أكثر الأجور لعظمة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كي يحرم بعد يمشي يحرم من أبار علي لهي أبعد المواقيت أربعمائة وستين كيلومتر هذي اللي يجين من المدينة وعننا بعض التوانسة يمشيوا خاصة طائرة لولا يمشيوا للمدينة لولا كيبش يحرموا من أبار علي اللي هو بعد المدينة ممكن بعشرة كيلومتر تقريبا وليبعد على مكة 460 كيلومتر الجحفة اللي هم يمشيوا للمكة اللي يمشيوا من المغرب العربي من هنا بما فيهم تونس يمشيوا للمكة يحرم الجحفة اللي تسمى الآن رابغ ورابغ هذه تبعد على مكة 187 كيلومتر ولكن التوانسة تعودوا في العهود القديمة في العهد يعني البرغيبي نقصد العهد السابق تعودوا أنه يحرموا من جدة لفتوى مخذينها من عند الشيخ طهر بن عشور وهذا الميقات المكاني ليس ميقاتا شرعيا صحيح يعني عبارة إنسان هذا راه يتجاوز الميقات واللي بيش يحرم من جدة رايوال يترتب عليه هدي يلزم يحرم من رابغ وإنسان كي يبدأ في الطائرة راه يبلغوه يخلوه ورانا وصلنا إلى رابغ مكان الإحرام لكن فتوى الشيخ طهر بن عشور ذات جات في ظروف معينة الآن الظروف هذه معادش موجودة لأن الطائرة والحمد لله الآن متوفرة فيها كل الوسائل للأمن والأمان الموجود في الطائرة اللي ما كانتش فتوى متع الشيخ بن عشور كانت في الستينات اللي كانت الطائرة وقتها ربما ماهيش مؤهلة بشي الناس تقوموا وتحرموا ربما تحدثوا حركة في الطائرة قد يتشكل اختر على المسافرين ولذلك أحرم حتى تهبط الطائرة وتستقر في جدة فكانت فتوى مرتبطة بظروف معينة وبعصر معين وضرورات فرضت هذه الفتوى لشيخ طهر بن عشور عليها رحمة الله لكن بالنسبة لحجيجنا الميمين عليهم أن يحرموا من رابغ ولكن قل قيل كيفاش أنا بش نلبس لباس الإحرام وكيفاش أنا بش نغتسل ونا في الطائرة لأننا منسون أن الإحرام الاغتسال وتنجيهه إن شاء الله بالتفصيل كل أحدة وحدها فننصح الحاج أنه يغتسل في بيته اغتسال الإحرام وقبل ما يغتسل تنجيهه أنه يتنظف معناها يعمل ندف الإبط وقلم الأظافر وينظف روحه ويتطيب ولا غيره ثم يغتسل اغتسال الإحرام ثم يلبس اللباس الإحرامي إن أمكن ويلبس فوق منه جبة ولا غيره وكي يوصل إلى رابغ ينزعك الجبة بشوقة بلباس الإحرام مثلا أو إذا كان ثم إمكانية بشي يحرم في الطائرة ينزع ويلبس من غير ما يكشف العورة بتاعه ومن غير ما يحدث قلق يوالي كيوس لك المكان هذاك يحرم منه وإن كان هذه سعبة شوية ينجم يحرم أخبال ما يطلع في الطائرة حتى في قاعة الانتظاء نجم يدخل إلى مكان يلبس لباس الإحرام ثم يلبس عليه لباس عادي كيوس للمكان هذاك يوالي ساهل لهو وأسهل على الناس ينزع الجبة اللي لبسها والقميس ولا مش عارف أي لباس اللي لابسه ينزعه ويبقى بلباس إحرامه ومن بعد نجم يصلي في الطائرة يصلي ركعتين الإحرام يعني مثلا بسيطة ما نحن نحكيه عن الإحرام وقلنا الإحرام هو ركن عنده واجبات من واجبات الإحرام هذا هو اللباس لباس الإحرام ولباس الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط ما يعني تجرد من المخيط يعني ما يلبسش لباس الإحرام فيه خيط مخيط بخيط وما يكونش في الحرامة ممتاعه ولابس حاجة توحيطه بالجسم يعني ينحي المجالة إذا كان عنده ساعة ينحيها ينحي شاشية عمل شاشية على رأس ينحيها لأن هذه كان رؤية اللي فسد الواجب ينحي كل لباس يحيط بجسمه مريو الخلعة والسورية كل هذه كلها تتنحى لأن هذا تجرد تجرد من المخيط ومن المحيط ويلبس إزار لإزاره اللي يحطه في نصه ورداء اللي هو يحطه في أعلى كتافه وتنشوفه في توافل قدوم أنه يظطبع يظهر معناها الجهة اليمنى متاعه إذن يلبس رداء ويستعمل نعلي كيقولون نعلي مش صبات مخيط يستعمل نعلي أكل مهوش مخيط هذا هو اللباس الإحرام اللي يلبسوه نعم لماذا أستاذ يعني ثم تفاصيل المدقة هو الحجر هو كله رموز أي أكيد ثم رموز أستاذ نحن نتحدث عن شعائر الحج كشعائر لكن كل شعيرة عندها رموز أولا لأن الذي علمنا لباس الحرام هو سيدنا إبراهيم عليه السلام عليه السلام والمخيط ما جاء كان مع سيدنا إدريس وعلمناه صنعة لابوس لكم أي لم يكن في عهد إبراهيم الخليل لباس مخيط كانوا يلبسوا أهل لباس هدايا فتجديد لسنة إبراهيم عليه السلام ثم قالوا وأن التجرد من المخيط والمحيط هي رمزية تدل على أن الحاجة عليه أن يتجرد من الدنيا ومن الأكوان ومن الأغيار هذه كله يتجرد منها يتجرد يعني يتجرد قلبه وثم تجرد الظاهرة ذي باللباس ويتجرد قلبه عن الأهواء وعن الشهوات وعن الميولات وعن النزوات يتجرد منها هذه الرمزية في التجرد من المخيط والمحيط رمزيتها هو أن يتجرد من كل ما يشد قلبه إلى الملذات والشهوات وهذا هو الأصل في رمزية التجرد بالنسبة لهذا التجرد بالنسبة للرجل أما المرأة تحافظ على لباسها ما نقول إش المرأة تتجرد من المخيت مش تلبس إزار لا هذا بالنسبة للرجل المرأة لا تتجرد وإنما تحافظ على لباسها إحرامها في وجهها وكفيها إذا كان عامل قفزات ويندويت في ديها يلزم تنحيهم إذا كانت عامل رداء منقبة على وجهها يلزم تنحيه وإن كان الفقهاء يقوله في كلام حقيقة أنا نستغرب منه على اعتبار وأن الأحكام الفقهية هي حكام معللة وتعدى العقل قالك إلا إذا كانت فاتنة وتخاف على نفسها الفتنة ماهوش هذية نسور وأنه هذا إكلاب ماهوش معقول ماهوش معقول ماهوش معنى هي فاتنة من يحدد جمال المرأة الله أعلم ربما جميلة عند هذا ماهيش جميلة عند هذا فالمسألة هذه هي مسألة نسبية ما ندخلوهاش في الحكاية هذه فالمرأة عليها أن تبرز وجهها وكفيها أثناء الإحرام هذا إحرامها هذا واضح إذن ثمت أمور واضحة ومدققة يعني لابد على الحاج أستاذ أن يعيي هذه التفاصيل من خلال دروس التوعية من خلال الأطلاع على هذه الأركان نأتي الآن أستاذ بالجسم إلى ختمة هذه الحسة نشكرك على ما تفضلت به وإن شاء الله في الحسة القادمة نواصل الحديث بشأن أركان الحج شكرا لكم مسامعين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه الحج شعائر ومشاعر برنامج يعنى بمناسك الحج وفضائله الحج شعائر ومشاعر مع الشيخ بالجسم الجسمي والأستاذة حيات العزومي الحمد لله كثيرا وسبحان الله وقفة واصيلا لا إله إلا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة